بكرة مواجهة في منطقة القوى المنتخب المغربية هي واجهة المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 راحة من أقوى المنتخبات في أوروبا المواجهة دي شايفها ازاي؟ بأعتقد أن المواجهة رغم يبان تباين في الأسامي أو الترتيب لكن مواجهة متوازنة جدا دلتش بقيادة يعني بيقود كرواتيا تاني لاستحقاق كويس جدا بعد الفوز بري أو كون وصيف 2018 استقبل استقبال الأبطال يعني فبالتالي يعني مفيش حاجة توازي لإنجاز ده غير أنك تاخد البطولة معرفش لو جيل ده قادر علاء فيه مسج كويس ودمج بين عناصر الخبرة وبين عناصر شبف في كرواتيا حتى على معيار وسط الملعب في بروزوفيتش هو العيب يعني هو ميزان وسط انتر ميلان مودرتش طبعا عازف ريال مدريد ريبتش يعني فيه أسامي كويسة فيه مسج بين الجيلين دلتش النهاردة محتاج يزبط لنا هو كرواتيا قادرة تروح بعيد ولا لا هل هيكون حسان إسود ولا لا عن ناحية تانية منتخب المغربي رهانات كلها رهان التخلص من خليلوزيتش بعد خلافات حدة مع لعيبة بعينها دايما كان بيقول لعيبة المحترفة أنا منفعش أقارنك بلعيبة المحلي لازم تديني مستوى أعلى من عندك أنت زياش بتلعب في تشلسي أنا عايز مستوى أعلى من ده نصير مزراوي زهير بايرن المتقل كان بيقول لنا عايز أكتر من كده فبالتالي الإقالة جات قبل ثلاث شهر قبل كسة عالم دفعوا بمدرب شاب لسه عمل استحقاق كويس أفريقي هو وليدري كراكي رجوع زياش وجاب يعني نفسيا كمان مرتاح جاب هدف حلو قوي من نص الملعف المباراة الودية فيه طبعا اللاعب كنا عايزين نحط علينا عليه بلال الخنسي بلال سبحان الله كان بيمثل بلجيكا في كل الأعمار السنية وبعدين في شهر يونيو اللي فات قرر أنه ينضم البلد والأم الحصن حظنا المغرب بلدنا التاني طبعا فبالتالي نخلي عنا العيب ده العيب مع جينك بيقدم أرقام كأنه العيب يعني عنده حاجة وعشر سنة ولسه هو في سنة 18 أتمنى أنه يكون مفاجئة البطولة زي ما اتكلمنا على العيبة صعدة في المنتخبات الكبيرة يعني بلنج هم وغيرهم أعتقد بلال ممكن إن شاء الله يعمل حاجة وينقل الفريق المغرب هتحترم كرواتيا لكن أعتقد في جزء من المباراة لو قسم ريكراكي المباراة لفترات كريم محتاج بفيه سنة مغامرة مهمة أو البداية أقل شيء نقبله من المنتخب العربي المغربي هي نقطة لكن إن شاء الله إن شاء الله مين عارف يمكن المنتخب المغربي يقدر يخطف عودة بوفال وتسجيله مهمة جدا حمد الله كان بيغداع قدامكم بدأ يجيب تاني وجود زياش مهمة جدا نصير مزروي بقى فيه حلول كتيرة جدا حتى خط الظهر أجريد وغيرهم ياسين بونا واحد من أفضل الحراس داخل القرى واحد من أفضل الحراس في الدوريات الأوروبية بعتقد فيه منظومة كويسة أو المنتخب المغربي قادرة تفرض نفسها ما تلعبش بخوف أبدا قدام منتخب زي كرواتيا